رسم الوصل ال- القمرية ال- الشمسية اللام القمرية هي لام تكتب وتقرأ أي أكتبها وأنطقها ويلزمها السكون وتكون الحروف التي بعدها غير مشددة أو مضعفة مثال ذلك الولد الأطفال الباب اللام الشمسية هي لام تكتب ولا تلفظ خلال القراءة أي أكتبها ولا أنطق بها والحروف التي تليها تأتي مشددة أو مضعفة مثال ذلك الشمس الزرافة الدرس توضيح اللام الشمسية يكون الحرف الذي بعدها مشدداً لأن اللام أدغمت فيما بعدها فنتج عن ذلك الحرف المشدد اللام القمرية يرسم عليها سكون واللام الشمسية لا يرسم عليها سكون قراءة اللام القمرية اللام ساكنة ل فنقف على الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله ألف فتكون القراءة ال مثال توضيحي القلم نوع اللام ال القمرية ولماذا قمرية؟ لأن على اللام سكون ولأني نطقت اللام قراءة اللام الشمسية أقرأ الحرف ألف ثم أقفز حرف اللام كأنه غير موجود وأقرأ ما بعده وهنا تلقائياً سوف يقرأ الحرف الذي بعد اللام ويقرأ ما بعده مشدداً مثال توضيحي الرمان نوع اللام ال الشمسية وكيف عرفت؟ لأنه ليس على اللام سكون لا ولأني لم أنطق اللام التمرين الأول أدخل على الجمل التالية ال أو ال 1- حلقت نحلة عاملة فوق خليتها 2- رفرفت فوق وردة 3- امتصت رحيقاً حلواً 4- أربعة 4- صنعت منه عصلاً شفاءاً للناس الإجابة 1- حلقت نحلة عاملة فوق خليتها 1- حلقت نحلة عاملة فوق خليتها 2- رفرفت فوق وردة 3- رفرفت فوق الوردة 3- امتصت رحيقاً حلواً 3- امتصت رحيقاً حلواً 4- صنعت منه عصلاً شفاءاً للناس 4- صنعت منه العصلاً شفاءاً للناس 5- التمرين الثاني 5- اكتب ال أو ال 5- مكان النقاط 6- اقبل ربيع فوشى أرض بمختلف ألواني 6- وتضمخت بعطر شتى روائحي 7- وغادر ناس منازل لاستقباله 8- بين أحضان طبيعتي 8- الإجابة 9- أقبل الربيع فوشى الأرض بمختلف الألوان 9- وتضمخت بعطر شتى الروائحي 10- وغادر الناس المنازل لاستقباله 11- بين أحضان الطبيعة 10- ترجمة نانسي قنقر